الانيت اميونيتي نقصد بها اللي تكون مومنتري يعني اقار بذن مينتس or some time hours مومنتري ديفنس ميكانيزم هذي فور بتكشن يعني تكون فيزيكال بريار مثل السكين السكوامس أبيثيليا اللي موجودة بالسكين السيليا اللي موجودة بالرسبايريشن المؤكس بالجي اي ت موجودة بالرسبايريشن بالمرونكيا هذا كلها تعتبر defense mechanism يسموها innate immunity non specific type من الاميون reaction من يصير for any type of microorganism this will be regarded as a defense mechanism depend whatever type of microorganism هذا فيما يخص ال innate immunity أقعدنا نحن يسموها specific type of immunity أو adaptive immune best moist هذه اللي هي احنا راح نتكلم عنها الوالي ورح نعرف عنا شون الباثروجينيسيز مالتها بالنسبة لل adaptive immunity أو adaptive immune response هذي تكون specific type of microorganisms يعني each type of microorganisms الى specific immune response إذا كان بيركريا إذا كان بيرل إذا كانت الانفكشن مثلاً راح تتحفز ال adaptive immune response ال adaptive immune response الهيومرال والسليلر immunity يعني طرفت لكم بالشيء بسيط عليها من حرارات الساب الهيومرال immunity هي تتضمن لنا antibody production responsibility for defense mechanism against an infection هي antibody الantibody هي عبارة عن immunoglobuline الهيومرات هذا يكون عبارة بميكرو الانفكار 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 بالنسبة للسيئلة الانفكار لا يعتمد عليها على الـT لموسائت ال-T لموسائت ال-T لموسائت هي الناناة المسيبوليتي مالتها شنو تضعررريريناس فاكتر يسموها Cyto-Toxic وأكو ناخذ الباثوفيسيولوجي مالحين يعني صحيح هي مونا نيوكيلر سيل لكن كل وحدة لها خصائص يعني تمتصلها مجموعات أكو يسموها Cytotoxic T-cell وأكو يسموها T-Halber وأكو يسموها Natural Killer Cell اللي هي الفاغوسايت هذه الـ Natural Killer Cell الفاغوسايتوسيز تندرج ضمن الـ الـ Neat Immunity يعني مثل ما قرقنا البداية لأنه من يصير انفكشن فورن بادي راح يشتغل عندنا الـ Neat Immunity اللي يكون ممنتر الـ Skin الـ Physical Barrier بإضافة إلى ذلك والـ Neutrophil هذا تعتبر ضمن الـ Neat Immunity لكن الـ T-N-Fo-City هنانا هي تشتغل بالـ الـ Neat Immunity فالتقسيم مالتها هي كلها هذي إلها Progenyter Cell بكارسل مالتها هي Stem Cell الـ Stem Cell أيضا تلطيني بعدين من نصف بها Differentiation إلى Lymphoid Stem Cell و Myloid Progenyter Cell هذا أني مخططات كلش مهمة حتى للهيموتوجي راح نرجع عليهم الـ Myloid Progenyter Cell وهذه اللي هي تطينيه الـ Granular Sight الـ Granular Sight الـ Neutrophil الـ Isenophil الـ Beesophil هذا اللي يكون من الـ Granular Cell الـ Mast Cell و الـ Mono Cell الـ Mono Cell الـ Neutrophil قلت لكم تلطينيه الـ T-Cell Progenyter و B-Cell الـ Neutrophil الـ Neutrophil الـ B-Cell هذي بعدين تتصل بها Differentiation إلى Blasma Cell وهذه اللي هي تكون responsible for the production of antibody وبعد عندنا الـ T-Cell اللي هي أيضا Cytotoxic T-Cell هذي اللي هي مسؤولة عن يعني Treatment هنقول of or management of foreign body or infection هي اللي تشتغل Effective Cell بسموها وعدنا اللخ اللي هي T-Helver T-Helver هي Regulator for Immune System يعني مثل العامل المساعد ما لها فعالية يعني بالـ killing of the microorganism or killing the gene وانما هي regulation للـ Immune Response مو بس يسوي regulation للـ Adaptive Immune Response حتى لأن immunity هي الهدور بالregulation بسيط هذا مخطط هنا بسيط يوضحكم هاي بلد سمير ما أخذيها هذن يشوفون الـ RBC اللي موجودات بتكترك وذن type of self هذي الـ Neutrophil بتكون poly nuclear lobulated وهاي المونوسايت هذي هم مونوسايت هذي هم مونوسايت هذي وهذي الغرانيولر البيزوفيل والإزينوفيل وحتى عندنا وطبعاً 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 هي فتشي كلش مهم بالـ Defense Mechanism لأنه يتبضل الهستامين وهذا بعدين يدخل في موضوع ثاني هو يسمو الـ Hyper Sensitivity Reaction بذلك أو الاليرجي اللي فو سايد مال في الـ Immune System قلت لكم أنه بي أو تي الـ Immune Competence أكار للبروترشن مالتهم بين المتين فو سايد وين بالـ Thymus وهذه تقيني Antibody وهذه ما بيها Antibody وإنما هي Conduct the Cellular Immunity D.C. Conduct the Humular Immunity إزين؟ فبالنسبة للـ البروترشن مالتهم إنه كلهم موجودات بالـ B لكن مو معناتها إنه الثايموس مقع بسيار أكبس مسبة قليلة وكذلك بالنسبة للفيل بلساية لكن المصدر مالتهم اللي براجعين كمالتهم لن تكون بلساية 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 الانتبادي بلساية البلساية مالتومة هيا تسل بلساية نحن بلساية بلساية تضطي الـ Antibody وبنفس الوقت تقسم من هاي البلازمة سيل تتحول الى Neemory Cells تعرفون شين Neemory Cells تبدى تأخذ تطبع صورة عن هذا النوع من الانتجين عن هذا الـ Micro-Organism عن هذا الـ Foreign Body تبقى محترض بها هاي الصورة ما تشتغل بالأهمية الـ Defense Mecalism وتبقى على خالتها من يصير Second Exposure لهذا الانتجين او لهذا الـ Foreign Body تتحفز و تبدى تتحول الى بلازمة وتضطي الـ Antibody فهذه تبقى Sight يعني Helper هنقول هايه سموها Meemory تاخذ Sight بالThymus هاي اما انه هي تتحول الى Macro-Page Carey-4-N-Body للـ T-Cell اللي هي T-Hellper هاي التى هالبر شوف السهنانة بالمتقط تشتغل على الـ 2 تشتغل انه على الـ B-Cell تساعد بالدفنة الشيش المانتها الى بلازمة سيل وبنفس الوقت هي الهدور لانه تفرز انترلوكين وتضيع الـ Lymphokinase الـ Lymphokinase راح يشتغل على Favocytosis يحفز الماكروفيت اللي موجودات والانترلوكين راح يأثر على الـ Cytotoxic T-Cell فهي الها 2-Effect بالحقيقة تأثر على Cytotoxic T-Cell اللي هي part of cellular immunity وايضاً تأثر عيماً على B-Cell حتى تحولها الى شنو؟ بلازمة سيل إذن لانه تفرز إذن تأثر على المتحدة المتحدة تأثر على تهللل 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 ت؟ الضيلل تهللل تهلل تهللل 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 اقرب مضع اترى هذه المخططات نعم نعم هذا كل شيء مهم و هذا سيحر لكم حتى مادة النظر يراح سيحر لكم ال B cell ال B cell is function only protection of antibody the antibody were responsible for the management only while T cell by itself either cytotoxic T cell low to be effector cell reduce variance factor stimulate the factor cyclosis so it will be managed the antigen by itself okay the antibody mediated immunity and cellular mediated immunity the health or T cell recognize non self-antigen and stimulate the B cell to produce antibodies the B cell release the antibody which is bind to non self-antigen on the infected cell this is non self-antigen each type of cell is polyure type self-antigen we talked about this in the beginning we talked about cellular adaptation we talked about something simple the structure is not the cell the B cell or the protein which is present in the name of the cell this is normal antigen not only antigen this is called major histocompatibility important self-tolerance in these antibodies which are immunoglobulin produce in large amounts if this antibody distinguished this self-antigen will be able to thorn antigen will be able to interact with hypersensitivity reaction this is very important non self-antigen is recognized by the type of cell must distinguish what is dire is foreign body is a foreign substance or not it is self-antigen so self-antigen and the non self-antigen immunity macrophage phagocytosis pathogen minister phagocytosis pathogen present non self-antigen on their membrane macrophage trough hala antigen mecanism one till the effect one till the t-cell shantish tool and no macrophage phagocytosis present this antigen or this microbe as antigen on their surface on their surface a surface membrane tbd 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 إذا ما صار تركنايز هذا الانتجين ما حدث؟ ما موجولة فيها الضرب ما راح تصير تطوكس ما راح تعرف الانتجين ما راح تقدر تتميز ما راح تصير ما راح تصير يعني همان بيين بيان تو بي دمج اتسل فو اسيشين باكدر و مرات أنونيكيالجي اللي هو المصد بيها الهايبر سنستيب دير اكشن أعتقد كلكم تعرفون الهايبر سنستيب ديион ولا شون الهايبر سنستيب دي인이شك Donno من النهائدة تكون ان detrimentي كلا وبن jewelry حتى تكون فاتر وتسوي لا دمج بعدين يعني يو мояيو ممكن تكون الآن تشاجة عائدة جداً يعني سيريس الهايبرسنستيكي وإشن إذا واحد مرات ما يعرف بيها يعني من شوية شوية تبدي تتقلق ويالباشت وتبدي تعرف يعني التريتمنت وتبدي شيء راح تأخذتوا بالفاروة اللي بانسالين ميدياكد باي أميونوغلوبيونين إي الأميونوغلوبيونين إي نورمال أميونوغلوبيونين أنتبودي إفكت اللي بلازمة المانست سيل اللي هي غرانيولار سيل من ضمن الغرانيولار سايد طلع الهيستامين الهيستامين هو يكون responsible for allergic reaction فنازم تعرف كل type of يعني إثنك إنا أربع تايبات type 1 من اللي هي ميدياكد باي أميونوغلوبيونين من اللي هي responsible for this reaction الاميونوغلوبيونين إي يروح على الماست سيل ما ماخذ فكرة عندنا يبدأ يشتغل يسوي يعني destruction بيها والتالي release of their granule اللي هي الهيستامين وهذا اللي يكون responsible for allergic reaction بعض عندنا مثال علينا هي الاسمد مثلا رواي شاشنا أو جماعة الاسمد هم الحقيقة هم أوتوهم من هذة allergic reaction وبالالالرجي العادية ممكن حتى المفوض من الدرائل حاجة تحتبر تايبات هذي سموها ممكن تكون ممنكري مثلا أو تكون within minute أو within hour يعني أنا أخذ مثلا دراج معين شوفوا رساعتين ثلاثة يبدو إفكتمات الدراج هذي اللي هي بالنسبة للمنطقة م إذهب عدود بتأثيل أعجازه إwicعد على، ستُصرف التجين وترجمة الإسجارу رؤية م المكوخات موجود على الوصول أكثر ثم يكون هو والبنائية هذا المثال علي الأورتوميون ديزيزنا اللي موجودة عندنا هاله هيمولاتيك أنية سامعيندي هالتروبوسايكوبينيا ايرثروبلاستيك فيتاليس الاروماتيك هارد ديزيز كل هنذني اندرجة نضمن الثائب 2 هايبر سنسيتيف دي ريكشن بعد المايسينة غرافز سامعيندي ما خدتو بالفستجن تائب 3 هايبر سنسيتيف دي ريكشن تائب الاول قلنا من اللي يرس منصبا عنه الميجا تقول ننجي لكن بديفرنت ميكانيزم اهناك بالتائب 2 بينا يصير الانتركشن ويامل ويا سيلف انتجين اللي موجود ع السيل منبري عالنومل سيل اذا كان الانتركشن ويا سوليبل انتجين يعني مو البروتين اللي موجود ع السيل منبريين لأ وانما على سوليبل انتجين الانيوار عنده بلاد ستري راح يصير الانتجين انتبودي كوملس وبهذا الحالة هذا يصير بي دي بوزيشن بأي ارغان ويسوي لنا ذاك الارغان دينج يعني دا صار دي بوزيشن بي بالكرمي يسوي لناك يسوي لناك الوما يسميك لوبوس الروترماتوسس سامعين بي هذا يسمو دائب دئب الأحمر دائب دئب الأحمر سامعين بي هذا يسمو دمج في هذا الارغان طبعا هذي يكون فيتر السيئل سامعين بيدي نحن بالدنتيستري الى أورال منفيستيشن سرعاتينية وسرعه باترفلاي على الاسكن هذا يسمو السيئميك لوبس هو كلمة لوبوس يعني هي من اللاتين وورت يعني جاي من وورت يعتبروا انه يعني هو فد ثوت انه it is spite of war بالنسبة للنونرأكشن يعني كهايبرسنسي تكتير أكشن قلنا تايبات لاني كل الناسة ميونوغلوبيالي مدياك لكن انان انه الاخير هو شنو اللي هو سيلولر مدياكتب تايب هذا مثال عليه المنطبول سيكراروسيز مثال عليه غير المنطبول سيكراروسيز الميسكيني جرابيز اللي جريبس ديزيز تعرفون شو المنطبول سيكراروسيز بالنير البريفران والسنترال نيربا سيستم طبعا هذا سيريوس افكت اليلم وهسه هوايه كان اذا تروح من جماعة النيورو ميديسين من جماعة المواضي الدولة الحصبية ويشيكون ان كان هذا قليل سادقا وهذا الديمالي ننشي راح يطل سبتم نتيجة الى هذا يعني احسن لنا نيرب ماكو بيما ينشي ماكو كبر ديمالي نيرب فراح يطل سبتم و ساين نبنس لأني بارت يعني في الفيس وين هو شوف وين صار الافكت مالتا يعني اذا صار مثلا الافكت مالتا بالسكن شوف راح يؤثر على النير اللي موجودات هنا اذا صار مثلا قد يكون الافكت مالتا يعني على الا بالجي اي تي شوف وين الافكت مالتا طبعا هذول يصعيهم يسموها التاخ مالبين يعني 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 ممكن حتى يتواصل للسنكل بعض نيد يعني يعني يوهم عليهم البين وبعدين يصير المشي ماكو لديه تريتمنت نهائيا مجرد يوطوم كورتوكو ستيرويد انتي انه في الملل كورتزون و تريتت لسيبتم وممكن هذا يعني بوردروكانسيس يعني خطيه ممكن بالفيوتر هذا يصر عنده بعدين ممكن يصر عنده ممكن يصر عنده لانه لانه بارتوب نيرب ممكن انه ايببتكي انضرب عنده ينضرب ويصر عنده بسيبترا نيربا سيستيم يصر عنده لاتي نيربا سيصر عنده لانه لغير وروض نفسه لجماعة الاماساس وهذا لسنتقل قاصة حتى حتى نحن هنا ماكو يعني يعني ولا مستمعين به الشيالات لكن بره إله ماكو باتيبولة انتجين يسموها همانه هذي هي اللي مهمة جدا بسيال نحن نتحدث عن الحنان شاهدنا انتجيني هنا تشوف الامينوغلوبيوليني انتجين انتبكت هنا ويهن 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 فبالتالي يصرف ديغرانيوليشن ويستعمل ريليس هذا يا طائب لترانسيبلانتيشن اخو عدنا من واحد مرات حد اي طائب جزيز مثلا كدني حيلا رينا الفيلا بيسور من ترانسيبلانتيشن لترانسيبلانتيشن هذا ممكن يكون لترانسيبلانتيشن ما يتحرف عليه يعتبره طرن البدي إذا كان ممسوي الموابطة الترانسيبلانتيشن هو الماجر انيونو نستو كمباتيبالي اللي هو هذا السيلف انتجين إذا ما كان ركو نايز بس تايب بس تايب بس تايب فهذا يدخل ضم ال التاق يعني إذا صارت التاق التاسير الماكروفيتش والتالي اشي ساعدنا السخمسة اللي في رابيوت الكلونيج هنان هذي يتكلم عن الكلونيج والجينفيك فيجالتو هاي ما مطالبين بيها لكن بس على المتاخدوها لأنه هلا يسموها موليكولا راجم تعرفكم خدتوا الغراف التوانواع الفيسيولوجيشي واخو ايزوغراف واخو الوغراف واخو بزينو الغراف الغراف شن يعني نفس الهيومن نفس الهيومن الفطر الجزء يعني ايزوغراف تجميلية خيوارحة كل شي عموادي يشتغلوا هجمعه اكو ايزوغراف اذا كان من ايزوغراف يعني ايزوغراف واخو الوغراف اللي هو من ايزوغراف هذا اللي يكون احنا نخاف من عنده لهذا ممكن حملية تايب فور يعني ان تسمع صار ريكشن للأورقان هذا ما هو السياء؟ ميجيكي من اللي تايب فور لا لا تايب فور ايزوغراف يعني يعني راح يصر عندنا هذا قد يكون وقد يكون ميجيكي الكونجيتر يعني يصر تفرح في الجينات و اقول لا يكون المنسبة يكون لديك وصاركومة سيريزة تاعدة تاعدة طريقة تحلت اللي اعمالته وصارعدة يكون ليس يتحمل اي انفكشة هاي الفلو ما يتحمل فهذا هو اكوارت تايب يعني انت ابو لحما نوع منه علم، ماذا يكون مثل على الإد هذا يكون كارس وفايتل هذا هو فعلي الفيروس وفعلي فعل الإنفكشن صار عنده صارتًا بالأميون يعني ما أخذ هو الإنفكشن يعني ما أخذ هو باشي لك اتركه . واللي قلنا بقينا من المرسولة ستغل علينا السيارة التوليرانس , المجال استو قام باتي بولتي هو اللي يرفينيز داخلت السيارة والنسيارة فهو قد يكون failure انه ركوبنائز للسيلسان تبال انتسيل اتاكي اقانس انسيل وبرحافظ اوار اكتف اوار ابدانس ان الانتسيلسان تبالو من الهيلورت تبالو والفيكترنا نحن تحكي شون دصير الميكانيزم معنى الميونوغلوبية قبل شوية صلعنا عاها شوف هاي يسمونه ويهبه ويهبه اكشن حدوها بيكستيجي احلا قسم هذا هو تست قبل ما تضطي اي دراج او هذا يسموها سكن تست تبدي على مدى تعرف انو دا كان عنده مسبقة الالرجي او ما عنده الالرجي بهاي طريقة هذا المفروض ان انتم اخذي هذا مرشي مرشي شينا لكم عنا واللي كون المنتر الفافتة اكتبايشن اني يصير وين يصير الانتراكشن بالتايب 2 قلنا قلنا تايب 1 امينو قلوكس مو ثانية رح يصير لايصيد او دامش بالماكروفات مو بتايب 2 امينو تايب 2 امينو ستجين نصير بها فاغوصيتوسيس وبعدين بيدي تاخذها التاسيا امين نصير الانتGen ويصير بالتالي تأتي بها بلد كير امينونا خلال الج REM امينونا خلال الجيزية انتظراته حتنا عن هيموليتك أنيميا ومنسة أهمنا لدينا هي اصدر هيموليتك أنيميا نتيجة أنه تجي من المدر ونذهب إلى الفيتس هذا لي ميوبورد وبالتالي تجيب هيموليتك أنيميا لدي ترى كل مدر أولادات هيموليتك أنيميا والفلسيميا والشي يعني أنت بغير تجي من المدر بروح للميوبورن وتبدأ تشتغل الاميون سيستم الثاني بثريقة تلكم هو اميون كومبالكس ريكشن يعني انتجين انتبادي هذا هنانا الاندوثيليا السيار هاي هنا وهذا الانديزمات مندرين هاي المخططات يعني هاي راح تسفيدكم ومطلوبة من عندكم واتا اخدتوها وماتا اخدتوها بالنظري من هذا كله انتم مقروض هاي راح تاخدوها نصار اميون كومبالكس هذا الانتجين هنانا نصار الانتراكشن بين الانتبادي هاي النوتروفيل هاي النوتروفيل هاي النوتروفيل بعدين نسوفي هاي النزيم ريزي من النوتروفيل كيسب دامج للاندوثيليا السيار نفسها مال البازمت من بني يعني دامج للبلد هزاري فور سيار من جاي هدراكشن هين هنانا قلنا هو تايم اللي يكون ديلي تايم ما يكون الافك مادته ومنتري او اميديات بس الاول يكون اميديات هذا سايره سيهنا للسكن شوف هاله هنانا فزيكول سايره والفزيكول هاي او ديميتاس هذا نسموه من فزيكولة غلوس ومنتري او ديميتاس ومنتري او ديميتاس بس اميديات اشتركوا في القناة